آخر حصون الجمهورية والدولة وملجأ اليمنيين الأخير مأرب المحافظة التي احتضنت الجميع بعد اندلاع حرب ميليشيا الحوثي وشكلت مقاومتها نقطة فارقة في معادلة الحرب وتأسيس نواة الجيش الوطني لأجل هذا ظلت مأرب هدف ميليشيا الحوثي الأول لم توقف الميليشيا قصفها وصواريخها على المدينة وهجماتها على أطرافها وتحاول بشتى الوسائل إفشال النجاح الأمني في المدينة بإرسال عناصرها التخريبية والتحريض ضد السلطة المحلية هناك مؤخرا وبعد انسحاب القوات الإماراتية من مأرب طفت بعض الخفايا على المشهد كعادتها نفذت الأجهزة الأمنية حملة عسكرية لملاحقة بعض العناصر الخارجة عن القانون والجيوب التي تعمل على زعزعة الأمن في التغطية الإعلامية للأحداث اتحدت على مأرب وسائل إعلام ميليشيا الحوثي ووسائل إعلام الإمارات رغم تأكيد قيادة الشرعية العسكرية والمدنية على أن ما يحدث في مأرب هو تثبيت سيادة القانون وبسط الأمن بملاحقة خلايا حوثية تحاول تفجير الوضع عسكريا في المدينة وسائل إعلام إماراتية زعمت أن ما حدث في مأرب هو صراع بين حزب الإصلاح والقبائل في السياق ذاته تناولت وسائل إعلام الحوثي الأحداث وتلاقت معها أيضا بعض وسائل إعلام حزب المؤتمر ونشطائه محاولات لفصل أجهزة الدولة الأمنية عن حاضنتها المجتمعية لتحقيق ما فشلت الصواريخ والهجمات العسكرية عن تحقيقه باختراق الكتلة الاجتماعية الصلبة الحاضنة للمشروع الوطني